أستاذ جمال حسن سعيد يعني الآن تنتشر كثير من المقاطع بتاعة الكوميديا سوشال ميديا وقنوات اليوتيوب والسكتشات وغيرها رأيك شنو بصورة عامة في الظهور لمسلا عدد من المواهب ممكن نقول والله كويس لكن أنا قاعد أهتم بالمحتوى جدا أنا بفتكر أنه الكوميديا فارسة والكوميديا دي أنواع يعني فهي أنواع من الكوميديا فيه كوميديا السوداء وفيه كوميديا مواقف وفيه كوميديا ألفاظ أنواع من الكوميديا لكن أنا بفتكر أنه الرسالة في الكوميديا يعني لابد من أنه آخر القهقها والضحك يكون في ألم في زروة المزال يعني يكون في رسالة يعني بعض مرات الكوميديا بتناغش مواضيع صعبة طبعا بطرق تاني فيها شكل من من ال الكوميديا السوداء أفضل بواقف يعني الناس بعض مرات بتطرح الجرحة بالضبط وتضحك عليه وتضحك عليه أو بتحاول تعالج لكن أنا بفتكر أنه جزء لا يتجزأ من الإفراغ بتاع الشخصية إن كنت لم تتجي الشعوب كلها طبعا عندها ثغافات مختلفة جدا الضحك ذاته فهم ما أي شي بيضحك من من العقل أو من القلب يعني إنه في ناس ممكن تضحك عن حياة عادية كده لكن الضحك فيه رسالة هو الضحك الغيم والكوميديا اللي بتشذب الشخصية وبتقدم رسائل للمجتمعات يعني